أما اليوم غدي نذكر أول رسول عربي هاد القوم يسمون بقوم عاد وكانوا تيقولوا من أشد منا قوة في الأرض كلها ولنا عز وجل غدي صفت لهم وحد النبي من الأنبياء إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظلك من الكاذبين تيقولوا أنت سفيه كل واحد فيهم كانت يخاف من هاد قوم عاد ببا شو قدت لنا زل لنا العدب بابا فقيل له لكذلك لكذلك شوفوا كرامتنا عند الآله هاد يلنا ما إن استسقينا المطر إلا وجهنا السحاب الأسود لغادي يسقينا ولكن في لحظة بدأت الرياح الريح اللي كان فيها عذاب أليم هذه الجباروت اللي كانت ملكه دابة والقوة والبطش كله غادي يمشي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهذه أما بعد سلام سلام إن شاء الله تكونوا بخير وإلى خير أموركم هنيح ولكم طيبة وغادي مع سيدنا رمضان كيف من ما بغيتون فقبل ما غادي ندخلوه في التتمة نتاع الحلقة اللي كانت فاتت كان جاني واحد سؤال اللي كان ذكي وزوين في الحلقة الفيتة واللي هو شنو الفرق ما بين النبي وما بين الرسول الفرق ما بين النبي وما بين الرسول في الإسلام هو أن الرسول بعث ملانا برسالة وشرع جديد أما النبي فهو نزل عليه الوحي من عند الله ليدعوه لعبادة الله على أحد المناهج أو للشرائع لنزلها الله على واحد الرسل لمن قبله في الحلقة الماضية ذكرنا بلي أنه أول رسول العالمين هو سيدنا نوح عليه السلام أما اليوم غادي نذكر أول رسول عربي والرسول من العرب كانوا ربعة كما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه بلي أنه سئل سيدنا الحبيب وقال أربعة من العرب لهو هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر يعني من الرسول العرب كانين ربعة وده بخلي ما تطلش عليكم أكثر ونقول لكم بسم الله يلا لنبدأ وهو بذل عذاب الحلقة الفيتة من قصة نوح عليه السلام ذكرنا بلي أنه ما بقاش في الأرض إلا قوم نوح واللي هما المؤمنون فقط أما كفار في الأرض هلك هم ولانا وما بقاش من ذرية الناس إلا ذرية نوح عليه السلام هما اللي غادي بقوا في الأرض وانتشر الناس وتنقلوا من بلد لآخر وغادي يسكن قوم ما باليمن وعمان في منطقات يسميها الأحقاف والأحقاف بمعنى جبال وكثبان الرمل اللي كانت في اليمن كيف قلنا هاد القوم يسمون بقوم عاد واللي هما العرب من العرب العاربة هاد الناس أعطهم لنا عز وجل واحد القوة اللي هي جبارة وعظيمة وكانوا كيف تخروا بها وكانوا تيقولوا من أشد منا قوة في الأرض كلها أش من أمم الأمم أقوى منا هاد الناس ما هم الرب جل وعلا إرام ألم ترى كيف فعل ربك بعادي إرام نسبة لوحد الجد من الأجداد ديالهم إرام ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد مولانا عز وجل غادي صفت لهم وحد نبي من الأنبياء واللي هو عربي واللي اسمته هود عليه السلام والأنبياء العرب كيف قلنا في مداية الحلقة كانوا ربعة هود عليه السلام وصالح وشعيب ونبينا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فالعرب وقبل إسماعيل كانوا كيتموا بالعرب العاربة ومن بعد سيدنا إسماعيل تموا بالعرب المستعربة لأن العرب كانت نقسم إلى ثلاثة ديال أقسام كما قيل عرب عاربة بائدة وعرب عاربة باقية وعرب مستعربة وهود من عاد وعاد كانت من العرب العاربة البائدة ومثلهم مثل قوم صالح وهم ثمود وطمس وجديس هاد الناس كلهم العرب العاربة البائدة لما بقى منها حتى شحد اليوم كانوا يسكنوا الخيام ذوات الأعمدة الضخمة كما قال الله تبارك وتعالى ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد وعاد إرم هما عاد الأولى قوم هود وعاد الثانية قيل هم ثمود واللي هما قوم صالح عليه السلام والله أعلم المهم هود عليه السلام غادي تصفط في قوم عاد واللي هو من ذرية سام ابن ولد سيدنا نوح عليه السلام عقلهم عاية أول من عبد الأصنام من بعد الطفال هم قوم عاد لي كانوا تسكنوا في جنوب الجزيرة العربية هؤلاء أعطاهم الله عز وجل واحد القوة واللي كانوا كيبنيوا بها الخيام لي كانت عالية ذات عماد عظيمة وكانوا تبنيوا على الجبار قصور ومصانع سبحان الله تعتطلهم واحد القوة اللي كانوا كيبتشوا بمن حولهم من الأمم وإذا بطشتم بطشتم جبارين جل عندهم هود عليه السلام كيدعوهم لعبادة الله جل وعلا وحده فقال الله عز وجل وإلى عاد أخاهم هود قال يا قوم وعبدوا الله ما لكم من إله غيره قاع الأنبياء قاع الرسل كانت الدعوة دي لهم في بداية التوحيد الله عز وجل وعبادة الله جل وعلا هم غدي يجيو من بعد قوم نوح لأن الله عز وجل تقول واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزدكم في الخلق بسطة كانوا لدي الناس كيف ما قالوا لهم العلماء بلأنهم كانوا ناس لهم جفاح كافرين عتاه متمردين اللي غدي يجيو بوهود عليه السلام بكل سفاه و بكل قبح قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين دي ما كنشوفوه لا لاحظوا معي لأنه في القرآن أن أعداء الرسل وأعداء الأنبياء وأعداء الدعاة إلى الله عز وجل هم الملأ دوك الناس دي لديك البلاسة واللي تيكونوا دي ما في المقدمة اللي تيكونوا خبراء القوم دوك اللي يكونوا أعلى القوم لدائما وغالبا هم اللي تيكونوا غالبا أعداء الرسل وأعداء الأنبياء وأعداء الدعاة إلى الله عز وجل قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة تقولوا أنت سفيه أرضيت البلد كيفش كخاطب نبي الله بعد الأسلوب وإنا لنظنك من الكاذبين في نظركم خذ عليه السلام واش غدي يكون جاوبهم احتوا بوحد الجواب لك أنسفيه أكيد لا أنه نبي الله قال لهم يا قوم انتم قومي انتم أقربائي انتم بنوا عمومتي قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من ربي العالمين أبلغكم رسالاتي ربي وأنا لكم ناصح أمين أسلوب لي عظيم في الرد تقول يا قوم أنا ما بيش سفاهة أنا رسول من عند مولانا لصفتنا لكم باش نبلغكم الرسالة جلو وأنا لكم ناصح مخلص لكم محب لكم أمين وأنا ما بغيت منكم حتى شي حاجة ما بغيت منكم لا مال ولا جاه ولا كنز ولا سلطة إذا لحتوا لأنبياء عندهم نفس الخطاب يا قومي لا أسألكم عليه أجر إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون جاءوا يستهزئوا به ويتهموا بالجنون ويقولوا لي ما هي هذه الآلهة التي تتبه وتتكلم عليها يهود وتنقص منها رغم ممكن هي اللي أصابتك بالجنون وربما انت دبرك مجنون بسبب الشسم ديالك وعيبك لهذه الآلهة سمعوا ما قالوا ليه قالوا ليه اللي يجبت لنا ما لديك عليها حتى شي دالين حتى شي معجيزة وإحنا ما غديش نخليه الآلهة ديالنا ونبدل الدين ديالنا على قبلك أنت ترك حماقيتي ولكن هود بدأك ينصحهم وتيقول لي هوم شفتوا بنعم اللي أعطكم ملانا عز وجل غدي يسلبها منكم وما تقولوش باللي أنكم أنتم ما أقوى أم على وجه الأرض حيش غدي توليوا أحتى الأمم هذه الجباروت اللي كتملكه دابة والقوة والبطش كله غدي يمشي وهذا قانون كوني أربي منزله على الخلق لأن الأمم كترتفع حتى كتكون قوية فإن كفرت وظلمت تيكسرها ملانا عز وجل ذاك شي باش خاصنا دائما يا متابعين يا كرام أننا نشكر الله عز وجل للنعم اللي إحنا فسط منها أتبنون بكل ريع آية تعبثون كانوا كيبنوا للجبال بيوت وقصور وكيبنوا لها بعض المباني اللي كانت تعبث مش من أجل السكن ولكن تماشي حيتاش محتاجين لها ولكن حيتاش هاتش اللي كانوا ما بغيين أنهم يبنوا من كل مرتفع بعض البيوت وبعض القصور حبثا بغاوا يعبثوا بالنعم ويتكبروا للخلق ويبتشوب الأمم ونزيدكم لأنهم كانوا يبنوا مجاري المياه واحتى القصور أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون هذه الناس كانوا كيتحكموا في الأمم وكيتشوبها لأنها أقوى دولة وأقوى أمة وأقوى ناس فإذا تجولوا للأمم كانوا كيسلبوهم الحقوق ديالهم وكيسلبوهم الأموال ديالهم وكيبتشوب بهم وكيسفكوا ماسافكم الدماء وكيقتلوا وكييخطوا من الأموال ما يشاءوا ما كيش اليهضر معهم كل الناس والقرى كل واحد فيهم كانت يخاف من هات قوم عاد وإذا بطشتم بطشتم جبارين والبطش هو السطو والأخذ بالعنف كانوا كيمشوا الهود عليه السلام وتيقولوا له شوفينا واش كتظن باللي أنه الإله ديالك قدر علينا احنا نرى أقوى أمة لا دينك ولا الإله ديالك قدر أنهم يقدروا علينا فأما عادوا فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولما يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يشحدون مولا أعطاهم قوة البناء وعطاهم من الأموال ومن النعم ومع هذا كفروس تكبروا بغاهود عليه السلام أنه يبين لهم الضحف ديالهم فتحداهم وقال لهم أنا واحد ما بينكم ما كان ملكوا من سلاح ما كان ملكوا من قوة ولكن كان تحداكم جميع أنكم تنضوا تقضيوا عليها جمعوا كلكم عليها أنا ببحدي ثم كهيدوني نزلوا عليها ما تريدون ما نلبطش من العذاب قتلوني جميعا يفعلوا ما تفعلون ولكن ما غاليش تقدروا عليها فعليش سيدنا هوت يقول هالكلام شمن سلاحتي يملك واش من نيته هو قلسكي تحدى أمة لها جبارة أمة لها بتشاط بالأمم رجل واحد ضعيف ما عنده حتى شي سلاح كي تحداهم جميع ولكن كيف تنقوله في كل حلقة مع كل نبي باللي أنه تيملك أعظم سلاح واللي هو التوكل على الله عز وجل قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون سلاح سيدنا هود عليه السلام كيف جميع الأنبياء إني توكلت على الله لجأت المولانا عز وجل لنرى أي قوة أعظم إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط المستقيم فإذا بهم جين الهود وما قدروا ش عليه وما قدروا يديروا ليه والو وما يقولوا ليه يا هود وش كتزعم بالله أنه لك رب وغضي نزل العذاب بنا إذا كفرنا وشركنا يوى شو كتزنا نزل علينا العذاب دابة بغينا نشوفوه عذاب ديال الرب ديالنا كي يستهزئوه وكيسخروا منه عليه السلام كيتحدوا هود كي يستعجلوا العذاب قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتينا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين أتينا نزل علينا العذاب فأتينا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين ها احنا عشرات سنين على هذا الحال هاي الأمم تفعل وتفعل فينه عذب الله الذي تزعمون فإذا بهود عليه السلام غضي رفع ديه يدعو ربه جل وعلا عليهم قال ربي انصرني بما كذبون قال الله الهود قال عما قليل لا يصبحن نادمين سبر يا هود سبر إنما هي أيام إنما هي شهور إنما هي سنوات ولكن الأمر قليل ما تستعجلش سبر ما تستعجلش النصر سبر والتناء فإن عذب الله عز وجل قادم لا محال أيه أنت ما كنتم لك حتى شي حاجة أنتم القليلون الضعفاء أنتم مقلال ضعاف وهم الكثرة المستكبرون في الأرض ولكنها سنة من سنة الله عز وجل لا محال لها قادمة لقوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترا فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وها هو بدا العذاب غادي تجف السماء والأرض وبدأ القحط لمدة ثلاث سنين ما كي يطحش عليهم المطار وهم كي يعتمدوا على الزراعة وهم كي يعتمدوا على الطعام وهو مزروع هذه كان تحياتهم ماشيوا طوعام اللي كان يزرع ولكن في لحظة غادي توقف المطر وغادي يصفطوا سبعين رجل باش أنه يستقسي لهم بمعنى يطلبوا من الآله هدي لهم المطر فيستسقون فإذا به هذك الرجل اللي كان موكلة على السبعين كي يبليه واحد سحب في السماء اللي كانت حمراء وبيضاء وسوداء فسؤيل هذ الرجل اي سحابة تريد؟ واش بغيتي البيضاء ولا الحمراء ولا قال بل اريد السوداء فإنها أكثر مطراء فقيل له لكذلك لكذلك رجعوا القوم دياله فرحانين مستبشرين والسحاب الأسود غادي معاهم حتى رجعوا القوم ديالهم هما فرحانين مستبشرون كي تسنوش شبش أنها تبط لهم من السماء قالوا شوفوا كرمتنا عند الآله هادي لنا ما إن استسقينا المطر إلا وجهنا السحاب الأسود اللي غادي يسقينا فهذا الوقت كانت هناك مرأة وكأنها علمت بالخبر وكأنها حسات بللي أنه هو هذا السحاب وهو نذير شؤم فغوتت وبكت وتخبت في درها فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا قالوا هذا مطر غادي يجي لنا وكان هود عليه السلام صحوم ولكن كانوا يقولوا عليهم لأنه إنه إلا رجل افتر على الله كذبة وما نحن له بمؤمنين وكانوا يقولوا لبعضهم البعض وَلَا إِنَ طَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَاسِرُونَ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتْتُمْ وَكُنْتُمْ طُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُعَدُونَ إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين لما شافوا الغيام جاية الأودية دي لهم فرحوا وستبشروا وطراقصوا وبدو كي يغنيوا كي تسنوا وشتاء أنا تنزل عليهم ولكن في لحظة بدأت الرياح شنو واقع؟ الضبابة ما فيها شتاء والرياح الشديدة وباردة تخباوا الناس في الديور دي لهم والبرد كان شديد فبدو كيسمعوا بالناس أنهم كي تقتلوا إذا خروا الشيحة دمنطر دي لهم الريح كتلزوا للسماء وكتطيحوا على الأرض مجديد وكينفصل الراس دي لهم على الشيسات دي لهم الريح اللي كان فيها عذاب أليم وتدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ريح اللي كانت جديدة وباردة حتى من المرأة العجوز تقريس فضارها وما ستخرج من شدة خوفها من ذيك الرياح اللي كانت جديدة جند من جنود الله ريحة عجيبة اللي كانت تهدم البيوت على رؤوس الأهل دي لها وكتعزهم من الأرض وكترفعهم للسماء وكينفصل رأسهم على الشاسات دي لهم فترى القوم فيها صرعة كأنهم أعجازوا نخل خاوية أما قوم عاد أهلكوا بريح صرصر عاتية لسخراع لهم مولانا صخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة فترى القوم فيها صرعة كأنهم أعجازوا نخل خاوية كالدوز على الناس وشبالك شحد منهم نجا من غير هود عليه السلام وذيك القلة القليلة لأمنه معاه أما البقية ما بقى فيهم حتى شحد وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريحة عقيمة ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرميم علش مولانا دار لهم هذا شيء كامل لأنهم بساطة كانوا يقولوا من أشد مننا قوة أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يشحدون تشوب الناس كانوا الناس يقولوا هذه أمة لا تقهر هذه أعظم أمة في البلاد وأقوى الناس أمة ولكن في لحظة شوفوا هذه سنة الله في الذين خلوا من قبل كل من كذب الرسل كل من عاد أولياء الله كل من تكبر في الأرض وبتشب الناس كالمصر دياله كالعدب دياله في الدنيا قبل من الآخرة كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذري إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصريرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذري إياك أنك تيأس من نصر الله عز وجل إذا كنت اليوم مظلوم إياك أنك تتضنب لأنه الأمر ديال مولانا راه بعيد لا مولانا ربما كيستدرج الناس وكيأخرهم وكيعطهم وقت كيمهلهم ولكن إذا شدهم ما كيفلتهمش عذبهم الله بالريح الباردة الشديدة الحسوم المتتابعة وكذلك بالصيحة فأخذتهم الصيحة بالحق كتقول سيدتنا عائشة رضي الله عنها بل أنه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى ريحا أو لشي غيام في السماء إصفر لونه وكيبقى كيدخل وكيخرج كتقول سيدتنا عائشة لما هذا يا رسول الله فيقول يا عائشة لعله كما قال قوم عاد فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض منطرنا بل هو ما استحجلتم به ريح فيها عذاب أليم كتقول سيدتنا عائشة فإذا نزل المطر سريع النبي عليه الصلاة والسلام نعم كانت يخاف على هذه الأمة خوفا شديدا بل يوم من الأيام دخل على أحد زوجات دياله تقول لها ويل ويل للعرب من شر قد اقترب ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدر هكذا هلك الله عز وجل قوم عاد فهل ترى لهم من باقية؟ لا بقوا غير المؤمنون فترة من الزمن ومن جديد كل قصة كالتعاوذ سينتشر الشرك في الأرض مرة أخرى ولكن ش من النبي هاد المرة سيأتي من بعد هود عليه السلام شنو سيدير وشنو سيكون هاد التفاصيل سنجدها للحلقة المقبلة إن شاء الله إذا وصلت إلى هاد المرحلة من الحلقة عندي لك سؤال ش حلقة لهم من الرسل؟ العرب جاوبراني كنت أعطيت لكم في الأول إذا عررت خلي لي الجاوب ديك إذا ما عرشيش كنت قبل أنك ما كنتيش لمركز أولي قدرتي تكون سيتي تسنوني بعد غضف هذه حكايتي ضمتم في رعاية الله وحفظه سلام سلام